ايه خطورة الاستعمال العشوائي عمتاً للمضادات الحيوية غير انه بيضعف المناعم؟ هو أخطر كمان من ضعف المناعم ان المضادات الحيوية بتسبب ظهور حاجة اسمها السوبر باج السوبر باج ده عبارة عن ايه؟ اللي هو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية دي أخطر حاجة بتقابل البشرية كلها دلوقتي ازاي بقى يا دكتور؟ لاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي سواء بقى ما بتاخدش كرعة كاملة او بناخد مضادات حيوية عمالة على بطال من غير ايه لازمة ده بيسبب ان البكتيريا بتحور نفسها جينية جينيا الجينات بتاع البكتيريا بتتحور ان هي بتعمل لنفسها اشكال تانية تقوم بها المضادات الحيوية دي فدي طبعا حاجة خطر جدا لانها قاتلة لي كل غيرك ازاي الكلام ده المفروض البكتيريا مع الزمن ومع التطور بتطور نفسها بحيث ان هي تعمل تغيير في الجينات بتاعتها بحيث ان انت لما تاخد مضادة ضحاوي فلاني مثلا كنت متعودة مثلا ما بيجيه للوقت ازاي اخد اموكس سلن مثلا اموكس سلن دلوقتي ما عادش بيجيب نتيجة ليه البكتيريا حورت نفسها بقت عاملة اشكال جينية جديدة بحيث ان المادة دي ما تأثرش فيها وهكذا كل يوم مضادة ضحاوي جديد يطلع بتلاقي البكتيريا المقاومة للمضادة الحاوي بتحور نفسها عشان كده فيه ناس احيانا بتروح تعمل مزرعة بكتيرية مثلا لو عندها صديد زيادة في البول احيانا في بعض المزارع ما نلاقيش ولا نوع مضادة ضحاوي قادر يقتل البكتيريا دي ده بسبب ان حضرتك يجيلك شوية بردو تروح السيدات اخد كابسولتين مضادة ضحاوي غير يا دكتور ان المضادة الحاوي بيتعب بالمعدة يعني فيه ناس اصلا بتجيرها قرحة مثلا من كتر احنا المضادة الحاوي زي ما قلنا عشان بيقتل البكتيريا النفعة اللي هي مهمة اصلا للعمل المعدة بصفة عامة بس موضوع ان هو البكتيريا بتكون يعني بتخلي يعني مش بتخلي اي مضاد حاوي تاني خطر جدا انا عايز اقول لك حاجة في قمة في الخطورة انا عايز اقول لك حاجة بيقول المنظمة الصحة العالمية صرحت او قالت ان من تلت نصف استخدامات المضادات الحاوي وعلى مستوى العالم مالوش لازمة يعني فيه نصف الحالات على مستوى العالم اللي بتوصف لهم ضد حاوي بيبقى أساسا مش علاجها ضد حاوي فده اللي بيسبب ظهور البكتيريا المقاومة لمضادة الحاوي vegan وغير كده كمان بيقولك ان 2 مليون عدوى تقريبا من الميكروبات اللي هي المقاومة المضادة الحاوي بتحصل في الولايات المتحدة كل سنة فيه 23 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب البكتيريا المقاومة الوجود الحاوي البكتيريا المقاومة المضادة الحيوية مش لقيين لها مضادة حيوية يعني احنا مش قادرين نقتلها خلاص هي في الجسد هي مقاومة لكل أنواع المضادة الحيوية مشكلة كمان الإصابة بالبكتيريا المقاومة المضادة الحيوية بتبقى عايزة فترات للتعافي أطول في المستشفيات طبعا ده إجهاد لمصاريف ميزانيات الدولة كلها بتبقى عايزة عناية طبية خاصة وفائقة وكل ده استنزاف وإحنا السبب فيه في الآخر طبعا البكتيريا دي اللي هي المقاومة للمضادة الحيوية بتتنقل بين الإنسان والحيوان موجودة في الطربة والمية والهوى ممكن بتنتقل من الإنسان لإنسان الآخر فخطر جدا جدا طبعا ودي أخطر حاجة في الاستعمال العشوائي المضادة الحيوية وهو ده السبب الرئيسي أصلا فيها